ونتمنى ان التحكيم يتطور في الفترة الجاية انا بس عايز اقول بالنسبة لمنتخب مصر ممكن يطلع دولاتي يقول لك يا جماعة احنا عندنا هو خمسة فانا بقول قبل ممكن يطلع بكرة افشا اعتقد ان هو هيبقى ارتكاس ثالث اعتقد ان حمدي فاتحي لان طريق لعب كروش 4-3-3 فحمدي فاتحي هو 6 وعمر السلاد يمن بيلعب نحية اليمين وافشا هو لنحية الشمال ممكن برضو فكره ان هو عايز يعمل لان خطورة تونس في الاطراف فعايز يعمل كساف عدد في وسط الملعب زيزو يقام من جابهة يوسف المساكني ومعلول او بن حميدة يرجع ورا مع اكرم توفيق وكذلك برضو حسين فيصل عنده جابها كوي جدا مع محمد دراجر صراع بدني رهيب بكرة لو استعرضنا تشكيل تونس المتوقع بكرة طبعا في حراسة المرمة المعز حسن الاثنين المساكين خلينا ماشي الاثنين المساكين منتصر وياسين مرياح طبعا منتصر الطالبي ده راجع بيلعب فيه روبين كازان الروسي وياسين مرياح في العين الاماراتي برضو عشان كل اللاعب نكون عارفين النادي بتاعه محمد دراجر بيلعب فيه نوتنجهام فورست الانجليزي الباكليفت يا ام علي معلول يا ام محمد امين بن حميدة ده بيلعب في التراجي وعلي معلول طبعا فيه النادي الاهلي الاثنين الارتكاز فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان او جيلان الشعلالي دول الاثنين الارتكاز بتاع تونس حنبعل الماشبري لعيب صنع ألعاب منشستر يونايتد الانجليزي طبعا عنده 18 سنة ولعيب واحد من أحسن اللعيبة الصعدة في تونس حنبعل اللي هو صنع الألعاب نيجي بقى الأغلى لعب في الكيمة التسويقية وهو نعيم السليتي بيلعب فيه الاتفاق السعودي عنده 29 سنة كنته التسويق يا كابتن اسلام 7.5 مليون يورو أغلى لعب في الملعب بكرة احنا عندنا أغلى لعب أحمد حجازي 4 مليون يورو هم عندهم نعيم السليتي الواحده 7.5 مليون يورو من الموجودين يعني عشان مليون يورو من الموجودين أه طبعا يوسف المساكني نحية الشمال يوسف المساكني ده لعب حريف أوه خطير جدا واحد من أحرف اللعيبة اللي في أفريقيا أصلا بيلعب في العربي الكاتري 31 سنة وقدام سيف الدين الجزيري وحيبقى طبعا بديله ياسين الشيخاوي هو المهاجم البديل بتاعه طريق تونس 4.2.3.1 أقول لك رقم بس قبل ما تكمل منشستر سيتي كسبان ليدزي كام ستة سبعة سبعة كويس كنا كسبين 4 في شهود فحلو فضل أعمين سيركل 4.2.3.1 طريق لعبهم ايه أو اسلوب لعبهم ايه هم بيعتمدوا على الجبهات دايماً الاسلوب لعب التونسة حتى في الترجل التونسي بيعتمد على الجبهات يعني جبهات بيخلق موقف 2 على 1 دايماً بيبقى فيه موقف محمد دراجر دايماً بيتقدم لقدام بيعمل دايماً نعيمي السليتي بيخش الجوة محمد دراجر بيزيد كذلك هنا هو مستني عليه معلول ليه لأنه عنده عملية الزيادة مع يوسف المساكني اللي دايماً بيخش للعمق وبرضه بيروح عليهم حنبع للمجبري عشان يعملوا جبهة دايماً تونس بتجمع اللعب في جنب بعدين ينقلوه نحية اليمين ويعمل لك العرضية تونس عاملة 92 عرضية في البطولة رقم برضو كبير وبيأكد أنهم خطرتهم على الأطراف مهم جداً بكرة تقفل الأطراف فأنت هتلعب بتلات ارتكاز أعتقد أن دي ممكن تكون مناسبة لها وممكن يكون اختيار زيزه عشان يقفل جبهة اللي هي يوسف المساكني ومحمد علي بن حميدة أو علي معلول لو بدأ الناحية الثانية أنا بصراحة شايف اللعبة المميزة قوي فيها اللي لفتة نظري في البطولة محمد دراجر الباك اليمين بلاحفنه تنجهام فورست اللعب كوي جداً بدنياً وسريع وبيكمل وبيزيد يعني لعيب هجومي بحت الناحية الثانية برضو علي معلول لو بدأ أنا شايف أن محمد أمين بن حميدة آه لعيب كويس بس طبعاً ما يجيش زي معلول يعني معلول لحسن منه يعني أعطيك بلعب مساك ممكن يتم توظيفه أو ينزل بلعب كمساك ثالث في الترجي برضو اللعب نعيم السليتي زي ما كابتن إسلام قال لعيب حرف جداً صراحة وجهة نظري أفضل لعب في المنتخب التونسي نعيم السليتي أنا أتمنى يروح يلعب بالناحية الثانية على أقرب صراحة لأنه سيبقى على أحمد فتوح صعب شوي وحسين فصل برضو هيرجع يدفع معاه أفشا يعني هيبقى دي إجابة دي يعني التلاتة الحقيقة يعني ولا حسين ولا أحمد أبو الفتوح ولا أفشا قدرات دفعية عالية قدرات دفعية عالية يعني وجهة نظري إنه لو لعب بالناحية الثانية بس الاتنين الأطراف الجناحين خاطرين جدا بكرة بتلاعب فرقة احنا مزيتنا في الدفاع احنا ميزة مصر السبات الموجود من أعام الأولمبيات في الدفاع حتى مع كابتن شاوي غريب حجازي والوينش والشناوي أكرمب واحمد فتوح يعني اللي أربعة دول كانوا بلعبوا دايما حتى في الأولمبيات لعبوا مع بعض فحزين بعض وزودت عليهم انت عندك أنا شايف أن أقوى خط وسط البطولة خط وسط مصر حمدي فاتحي والسلية وداخل معهم أفشا فانت دي مستك لكن انت مشكلتك في الحلول الهجومية عكس تونس